تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير اليمن من الألغام خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2020 من انتزاع أكثر من 1300 لغم وبلغ يجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن قرابة 178 ألف لغم زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبر السن سواء بالموت أو الإصابة الخطيرة أو بتر للأعضاء